عقب جولته بالمتحف المصري الكبير تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر الأنفاق والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير حيث أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6% كما تفقد مدبولي أيضا أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف والتي تم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير ترجمة نانسي قنقر